الأهلي في معسكر مغلق غدا استعدادا لبني سويف الفريق الأول لكرة القدم من نادي الأهلي بيدخل معسكر مغلق إن شاء الله غدا الاثنين استعدادا لمواجهة بني سويف المقرر لها بعد غدا الثلاثاء في إطار منافسات دور الـ 32 لمسابئة كاس مصر طبعا فيه تركيز كبير جدا من الجهاز الفني واللعبين وشفنا ده انعكس على مباراة العودة بعد فترة التواقف من أجل متابعة ارتباطات المنتخب الأول ومنتخبنا الأوليمبي في ارتباطاتهم الأفريقية وأن النادي الأهلي كان حريص من خلال المعسكر الخارجي وتدريباته المستمرة والمباراة الودية اللي خضها خلال فترة التواقف مباراة الدوري الممتاز على الإبقاء على القوة كاملة قوة الفريق ذهنيا وبدنيا وفنيا وخططيا عشان يقدر فيلر يعود بنفس القوة وهو ما حدث في المباراة السابقة طبعا المحلية لا نتحدث هنا عن المباراة الأفريقية وإن كان الكل أيضا أبدى رضا بدرجة كبيرة جدا عن أداء الأهلي واكتهاده رغم الظروف الصعبة جدا المر بيها نتيجة لأخطاء التحكيم في مباراة النجم الساحلي لكن القوة اللي بدأ بها الأهلي انطلقته في الدوري الممتاز عاد بنفس القوة أيضا وبنفس مستوى الأداء وبنتيجة أكثر من رائعة مع استئناف مباراة الدوري في الأيام القليلة الماضية بالفعل كان الفريق قد استأنف تدريباته صباح اليوم الأحد بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس السابت بعد العودة من تونس عاقب خوض مباراة النجم الساحلي